مرحبا حبايبي كيف كون شاء الله تكونوا بخير معكم نيلي مع افخم وصفة كنافة بصوص الشوكولاتة قبل ما نبلش حبايبي ياريت ما تنسوا لي اللايك فضلا وليس امرا يلي مقاديرة 250 غرام كنافة نصف كأس سمنة ذائبة زائد 2 معلقة زيت مازولا ثلاثة معلقة كبيرة من زكر البودرة للتسقية ثلاثة الى اربع معلقة من العسل الكريمة كريمة الشوكولات شوكولات بودنغ واربعة ديسي لتر من الماء ومعلقة كبيرة من الزبدة ومية غرام شوكولات وفي عنا فسطق حلبي للزينة اول شي بنمسح القالب بالزبدة والزيت وبعدين نبلش ننتف الكنافة ونغرب عليه بعدين السكر البودرة وبعدين نحط الزيت والسمنة ونخلطهن منيح منيح ونخلطهن منيح منيح لتغلل على كل الكنافة ونبالج نكبسه بالقالب حبايبي بدنا نكبسه كثير كثير منيح هون بتكون تطولوا بالكم كثير منيح وخصوصا الزوايا بتكون تكبسوا كثير منيح مشان يتحدد شكله شوي بتكون تتعذبوا بهالمرحلة بس الافضل انه ينكبس منيح مشان يصير موديله منيح هيك تطولوا بالكم وتضلوا تكبسوا لبان ما تحشوا انه اخذ موديله القالب وبعدين بتكون تدخلوا الفرن والفرن عن 200 ولبان ما يحمر طرافه وهيك بكل سهولة تقلبوا وبعدين تقلبوا وبصحن الطرف الثاني مشان محل الحفرة وبعدين منحط علي العسل حبابي رأسا هو حار حطوا العسل عليه مشان يشرب العسل واتخلوا لبان ما يبرد ولا نبالش نعمل الكريمة المكونة من كريمة الشوكولات شوكولات بودنج و 4 عدس من الماء و معلقة كبيرة من الزبدة و 100 غرام من الشوكولات أول الشوكولات يدوب على حمام بخاري عملنا له حمام بخاري و حطينا له معلقة الزبدة و هون بلشنا البودنج أخذنا البودنج العلبتين و نحط الماء الماء طبعا تكون باردة و بعدين ننزل فيها و نضرب و نضرب بالمضرب الكهرباء لازم يكون الكنافة باردة جدا و ننزل فيها طبقة الكريمة و ننزلها كلها وجود و انتقوم بطبق و لا تستعملوا الجيد و لا تستعملوا لكم و لا تستعملوا فقط لا تستعملوا بعدين و انا و شكلتهم بالسلطة و يمكن أن تشكلوهم بجوكولات و تتحبون و انا و اخبعت بشكلات و جعلهم في الماء حصوام POLGAMU اضعها بالبراد اقل شي اربع ساعة حبايبي وبعدين بتقدموها او ليلة كاملة وزي انتا تاني يوم بشوكولا ناعم واشالله عجبتكن الوصفة ولا تبخلوا علينا بلايك وكومنت حلو متلكون ويلا الى اللقاء حبايبي